مبارك لما نشوف الناس اللي تبدأ اليوم ساعة ستة عصباح و سبعة عصباح نقول ما كاش كسل هذا بالنسبة للجزائري أو المسلم بصفة عامة كين شيء نظري كين في الواقع هو شيء نظري في ما جاء به الإسلام رمضان هو شهر العمل شهر البركة شهر الخير أما الواقع نمشي الواقع على الواقع أمر آخر هو حتى في الإسلام يقول لك إذا ما قدرتش تصوم فعدتهم من أيام آخر ما أنت العمل ما قالش لا لا ما تعملش أنت الصيام اللي ما قدرتش أجله ماشي صوم وأجل العمل هو شهر نمو يكون شهر العمل شهر الجد وشهر النشاط حتى نشوفه في الواقع ربما نحن صح نشوف الشيء اللي يسود في أذهب الناس ولكن لما نشوفه في الواقع رمضان دائما ترافقه نشاط كبير يرافقه نشاط ربما نعطيك كمثال ربما نحن في الدول الإسلامية ما ندرش دراسات هذه بزر ولكن نعطيك في فرنسا هل سنة 2013 داروا دراسة يعني في 2013 كان عدد المسلمين في فرنسا اللي يصوموا في رمضان يعني تقديرا كان حوالي ما بين خمسة وست ملايين زيادة في الاستهلاك كان 350 مليون أورو يعني 350 مليون أورو لو تقسمها على خمسة أو ست ملايين تقعي بأنه كل واحد يستهلك في شهر رمضان زيادة يعني 350 مليون هذه الفرق ما بين شهر رمضان والشهر الأخرى 350 مليون أورو يعني باش تشوفي باللي هذا الاستهلاك عنده تابعات الاستهلاك يتبعوا إنتاج يتبعوا استثمار يتبعوا ضرائب ورسوم يتبعوا نشاط في قطاعات أخرى إذن شهر رمضان الشهر يحرك للإقتصاد يعني الواقع أكثر أما نتكلم عنه بصفة فرضية الأفراد نحن نتكلم عن الجزائر الجزائري ما الذي يخدم في الأشهر العادية وما الذي يخدم في اليوم معروف بأنه ما يخدمش أكثر من ساعة في حدود بصفة ما نتكلم عنه القطاعات الإدارية القطاعات اللي ما فيهاش العمل اليدوي المستمر إذن إذا زد الساعة أو ساعتين وزيد في رمضان مرخمهمش يعني هذا أمر غريب ولكن نظن بأنه بصفة عامة المجهود اللي كان يبذل في غير رمضان في مثلا ثمان ساعات أو ست ساعات في رمضان حتى وينقلص من الساعات رايح يكون المجهود نظن المجهود أو الناتج أو المنتوج يكون نفسه نشوف في الجزائر أنه صح ساعة العمل تقلص المرأة عندها الحق تغادر وقت العمل في ساعة متقدمة لأنها راح تحضر الفوتورتاحة الرجال صحكين اللي يرقود ربما يروح متأخر حتى الوقت نقدمه أو نأخر وقت دخول العمل من ثمانية ونصف إلى تساعة يعني هذه تسهيلات وهذه تدخل في الجو العام في الجزائر الجو للتقليد لكن هل ربما يؤثر هذا على المردودية عند العامل الجزائري في رمضان شوفي أنا لأنه تلقى يعني نوت صباح يقول لك نعيانا فشلان منش قادم نخدم هذه خاصة نشوفها في الأيام الأولى والأسبوع الأول لأنه تغيير تغيير في الرجيم على الإنسان في النوم في الصهر في الأكل هذا كله يؤثر على الإنسان يعني حتى لأنه إنسان مهما كان ما نقول إنسان لازم ما يبنش عليه التغيير لا إنسان تغيير في رمضان هو عادي وعادي جدا خاصة الأيام الأولى الكسل أيضا ماشي كسل ولكن هذه حالة نفسية وجسمية لحسبها الإنسان الأيام الأولى للصيام لأنه تغيير عليه الرجيم ولكن هذا ما زمش يخلي أنه يتخلى على العمل تاعه ويتخلى على النشاط تاعه صحيح تلقى واحد حتى يغلق المكتب تاعه ويرقد في وقت يعني اليوم رأنا في الحراء وبالد ولكن تصوري واحد في الشهور اللي تكون فيها الحرارة جوانج ويقوت يعني كالناس اللي صعيب حتى يقول لك كبتك كثير أنا يعني باش نتكلم لك يعني واقع واحد يغلق الباب ويرقد واحد يخرج يروح الدار ويرقد وحتى الرقابة تنقص في رمضان ولكن نتكلم على الآثر الآثر يعني لو نشوف هنا الآثر الإيجابي هو أكثر من الآثر سلبي إذا نجمع الأثنين قابل أنه رمضان في شهر رمضان بصفة عامة كاين حركة اقتصادية اللي ربما تغطي هذا النقص وأنه حتى النقص هذا نقدر نقول لك نديره في خانة الحديث تعالى صلى الله عليه وسلم يقول لك ما نقصها مالون من صدقة نقول لك ما نقصها رمضان من صدقة حتى يكون تنقص حاجة قليلة ولكن نتأكد بأنه كاي النشاط آخر اللي تحرك في رمضان تحرك الاقتصاد الوطني تحرك أمور كثيرة اللي ما نشوفوهاش ولكن شوفوا هذيك أما الخمول هذا أمر عادي وعادي جدا في الأيام الأولى تعالى رمضان وهذا ومش مبرر يعني باش نقول رمضان لازم ولكن هو حالة عادية الإنسان أنا نظن على حساب رأي اللي ما يقدر الشوك ما يقدر الشي يتحمل هذا كل التغيير في الرجيم نفضل يدي أسبوع راحة ترجمة نانسي قنقر